واذكر في القتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سغيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل مخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فما ذاها من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فهزي إليك بجذع النخلة تساقف عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صهما فلن أكلم اليوم إنسيا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبار شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ترجمة نانسي قنقر